اشتركوا في القناة انا كامل مرحلة ثانية انا منه حتى اسوي اكيد شي الواجر نفسي ممكن ما يقدر يسوي اكيد شي هاي اجراءات والاسئلة اللي جاء تسألها رح اسألها من الواجر نفسه رح اسألها من وزارة التعليم نفسه انا رجاء شغل احنا بيران ضمن اطار ايران فقط مقعد دراسي اقامة دراسية كارت طالب كارت بنك اقامة دراسية النقل للعراق و الملف الدراسي 100% النقل للعراق يعني شنو اخصد النقل للعراق ناخذ ملفك و اقل لك الجامعة فلانية بالعراق لا مو ينشتف اهمنا غلط يا عيني النقل للعراق اقصد انه شنو درجاتك ان الجامعة تسحبهن انا ااخذهم اترجمهم اكمل لك اجراءاتهن وراها تروح وشنو تقدم على العراق اكو بوابة تخص شنو التقديم على الموازي الدولي شنو البوابة اللي تنفتح للطلاب للطلاب اللي بسادس علمي بعد ما تنع من السادس عندك ذوي شهداء واحد عندك المنحة الخاصة واحد الاحليات واحد الحكوميات واحد ما اعرف شنو واحد نفس الشي اكو بوابة تخص الطلاب اللي منقورين من خارج العراق الداخل العراق سواء طبية او غير الطبية فهي البوابة انت تقدم عليها الكترونية لا انا اقدر اتدخل بيها ولا اتا تقدر اتدخل بيها ولا اي واحد يقدر يدخل بيها التقديم اونلاين بالضبط خوش على الموبايل على الارتوب تروح لي محل حاسبات يقدم ليك عندك اربع اختيارات تتقدم حكومي والخامس اختيار يكون شنو اهلي الآن ما اعرف اذا تقدر اتخلي مثلا اهليات اثنين وحكوميات ثلاثة يعني واحد اثنين ثلاثة وبعدين اربعة وخمسة اهلي وبعد هاية كذا خلمون اقصد هاي الاجرات انا ما اقدر اتخل بيها انا من اقلك الجامعة تعطي نقل يعني الجامعة تسمح لك تطيك الدرجات ويابا روح توكل بالله وين تريد النقل براعتك الله ومحمد وعلو اياك خوش ومسألة النقل انه هاي الدرجات ناخذن ونترجمهن ونصدقهن نصدقهن من زفة العراقية حتى باشعك الجامعة اللي تنقبل بيها تقلك يابا وين الدرجات ملاتك يابا هاي الدرجات ملاتي مصدقات وكاملات وانا درس بهاي الجامعة وهاي درس وهاي شنو درجاتي تفتهمني فمن اقلك الجامعة تعطي نقل ومعنى هالجامعة اللي بيران تضمن لك مقعت في العراق ما اكو ربط اصلا بين المسألتين تفتهمني هاي المسألة ارجو انه شنو تهتموهم وهذا الفيديو ايضا شنو وصلوا للاشخاص اللي يهتمون بهاي المسألة وبيكم خير في تدللون وانتظر عن أنا طبعا حاليا المستشفى لقمان جاي ادوم قسم الروماتولوتي اللي هو التهاب المفاصل للموفقين وعدكم العافية واليوم اخر يوم الياب هاي المستشفى بعد ما راح ادخل لها مراها من السبوع القادم اروح المستشفى اسمها موفيد فوق اختصاص اطفال هاي مستشفى عامة من اهم المستشفيات بوسط طهران اغلب المرضى اللي عندنا هنا مو طهرانيين جاي من المحافظات الشمال جنوب شرق غير هنا نعنى الطوارئ مع المستشفى المستشفى بها قسم خاص مميز لهاي المستشفى قسم المسمومين اي شخصين سم لا سمح الله بكل ايران ويوقف عند مستشفى معينة يجبون لهاي المستشفى تنحل مشكلته يعني مو شاب تنحل بس اخصد هنا متخصصين مسمومين وفوق اختصاص قانوني موجودين هنا نشفى الطوارئ هنا نشفى الطوارئ شمال شد جنجا مرد نصر راح نبغده المستشفى جاهزة ومجهزة 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 في الامار اي فوقها من داك الصوبة تاك سيتي اسبان الأشعة الصيدة اللي يات بها ثنين بها ديكاترا بها درمونقاه بها برشوكرا كيف حالتكم طوارئ انا اقتربت المستشفى اليوم خور ما سبزي يعني مرجع سبزي لماذا لا يوجد مجهزة مجهزة ببسجول